وقل رب زدني علما أو غير ذلك من المناسبات عدة نقول مبروك عليك ألف مبروك عليك ألف 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 مبروك عليك فهل هذا المعنى يصح أم لا يصح لو رجعنا أيها الأحباب إلى كتب اللغة فإننا نجد أن كلمة مبروك مأخوذة من فعل باركة نقول باركة الجمل أو باركة الناقة بمعنى أنها تبتت عليك وجمعت رجليها وجلست على صدرها فأنت عندما تقول لإنسان مبروك عليك فهناك أنك دعوت عليه تقول جلست عليك الناقة فلم تدعو له بالبركة وإنما دعوت أن جملا جلس عليه هذا هو المعنى في اللغة العربية فالصواب هو أن نقول في باب التهنئة أن نقول الإنسان مبارك عليك وليس مبروك عليك إنما مبارك عليك طب في الحال نحن لا نقصد هذا المعنى الذي ذكرت وإنما نقصد البركة بمعنى النماء والزيادة ولكننا نستعمل كلمتان خاطئة هذا ليس حرام أن تقول الإنسان مبروك ليس حرام أن تقول الإنسان مبروك لأن نيتك تقصد بها البركة وإنما من الأفضل يببى بتقويم النسان أن نقول مبارك عليك وقد قال الناظم الشاعر في هذا المجال قال كلمات منها ولا تقول ولا تقول مهنئا مبروك فذاك في لساننا مبروك لأن معناه بعير قد برك عليك كدنا بعده أن نقبرك وإنما الصحيح أن يقال مبارك على الفتى ما نال أو بارك الله له فيما وهب كلاهما قد صح من قول العرب فهذه فائدة فحاول مرة أخرى إذا أردت أن تهنئ إنسانا أن تقول له مبارك عليك وليس مبروك عليك ودمتم في بركة وهناء والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقر رب زدني علما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا